موسيقى زعمت أن روسيا وإيران تعملان لصالح الرئيس التركي جريدة الوطن التابعة لنظام تتحدث عن تسارع وطيرة التطبيع في حادثة نادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سوريين أثناء محاولة تهريب المخدرات إلى الجولان المحتل موسيقى جولة جديدة مما توقع حياكم الله موسيقى أن اجتماعات سياسية مكثفة تشهدها العاصمة الروسية موسكو للدفع بمساعي التقارب بين تركيا والنظام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن من جهته عن التوصل لاتفاق حول مشاركة إيران كذلك الرئاسة التركية قالت عبر اللسان المتحدث باسمها إبراهيم كالن إن مشاركة إيران في عملية التفاوض ستجعل الأمر أسهل موسيقى ضربت فلم توجع هاجمت وتراجعت كذبت وأنكرت ثم اعتلت منصة الإعلام كرها مارست التضليل عمدا ونفت اليقين قطعا دانت تركيا مرارا وتكرارا ثم تقربت من أنقرة في لهجة ناعمة خجولة كسرت كبرياءها المصطنع وسائلوا إعلام النظام السوري كيف تداولت أخبار التطبيع الذي دعت إليه الحكومة التركية الاحتلال التركي نظام أردغان مرتزقة أنقرة بهذه المصطلحات تناولت الأجهزة الدعائية للنظام الحدث التركي وبعد إعلان أنقرة نيتها إصلاح العلاقات معه بدأت جرائده أي النظام بتناول الخبر وكأنه خضوع من أنقرة للقيادة السورية الحكيمة ضرب من حديث ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لا يخفى على أحد أن الهدف الرئيس للرئيس التركي رجب طيب أردغان من إصلاح العلاقات مع الأسد هو ورقة انتخابية وخطابه هذا موجه للشعب التركي لا لنظام الأسد فبهذه الحالة لا يرقى النظام لأن يكون أكثر من ورقة استخدمها أردغان لمصالحة معينة وإلا ماذا سيقدم الأسد المتوفى سريرياً لتركيا اليوم ومن جديد تعود جريدة الوطن التابعة للنظام لتنقل عما وصفتها بالمصادر الإعلامية تقول في تسريباتها المزعومة إن اجتماعات سياسية مكثفة تشهدها العاصمة الروسية موسكو للدفع بمساعي التقارب بين تركيا والنظام السوري نحو الأمام مضيفة أن موسكو وطهران تستعجلان حدوث هذا التقارب بعد معلومات تشير إلى وجود نيات أمريكية لدعم المعارضة التركية في وجه الرئيس الحالي أردغان اذ تحرص روسيا وإيران على دعمه وفوزه في الانتخابات فتطبيع العلاقات مع النظام السوري قد يزيد من شعبيته بين الأتراك موسيقى لأن ما يجري جماعة النظام صحيفة الوطن لها مصادر ليس فقط جماعتنا لهم مصادر كذلك جماعة النظام لهم مصادر صحيفة النظام تنقل عن مصادرها في أنقرة قال ماذا هناك مشاورات ومباحثات مكثفة الآن في موسكو بين روسيا وتركيا من أجل عقد جولة جديدة للنظام وهذا الكلام صحيح يبدو أنه صحيح لكن أين صحيفة الوطن تشطح شطحات يعني ما أتى بها الأصفهاني في أغانيه تقول قال والله إيران هي تقول أن إيران دخلت على الخط قال إيران وروسيا تستعجلان المفاوضات مع تركيا والأسد لماذا؟ لإنقاذ الرئيس التركي من هجمة تركية متوقعة عليه في قادمات الأيام هجمة اقتصادية لمعاولة إسقاطه فهم يحاولون أن يقدموا هذا ملف المفاوضات مع الرئيس التركي لسحب الورقة السورية من يد المعارضة يعني الآن وفق صحيفة الوطن الروس مع الإيرانيين مع بشار الأسد يحاولون الإسراع في الاتفاق مع الرئيس التركي لإنقاذ رأسه ما أتى بها الأصفهاني ولن تخطر على بال الأصفهاني في أغانيه هؤلاء القوم هم قوم ألف ليلة وليلة منذ سماء بعيد هذه حكاويهم لا تنتهي طيب أنا أصدق صحيفة الوطن أم أصدق نضال قبلان نضال قبلان سفير التركي السفير السوري السابق في أنقرة اليوم ماذا يقول للميادين طبعا النظام هذه الفترة يعني تسريبات لكل صحافته لكن نضال قبلان ماذا يقول قال أنا يعني لا يجب أن تنظم إيران إلى هذه المسارات التركية الروسية مع بشار الأسد لماذا يقول نضال قبلان حلف سوريا مع إيران غير حلف سوريا مع تركيا مع روسيا يقول نحن والإيرانيون حلفنا عضوي في المصير والأهداف إلى خلق من كل هذه العبارات يفرق بين الحلف مع إيران والحلف مع روسيا يقول نحن والإيرانيون وحدة دم وحدة مصير يعني نفس عبارات رفيق الخالد حفظ الأسد على أيام سوريا ولبنان شعب واحد في بلدين وحدة المسار والمصير والمسار والمسير وإلى آخر من هذه التدبيجات وهذا صحيح وزير الخارجية الإيراني أتى إلى دمشق ووضع النقاط على الحروف لا يمكن أن تمضوا بدوني فستجاب الأتراك وستجاب الروس الرئيس التركي قبل يومين قال لا بس يعني يجب من الممكن أن تنظم إيران بالأمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال سوف تنظم إيران اليوم الرئاسة التركية تقول والله انضمام إيران أسهل وهكذا من هذه التصريحات تشعر أن إيران البعض يقول تريد أن تظهر في المشهد يعني حتى لو نفسيا تريد أن تظهر في المشهد ما هو المشهد؟ الآن الحديث عن اجتماع ربما يعقد اجتماع لوزراء الخارجية الروسي التركي الإيراني مع وزير خارجية نظام فيصل المقداد ربما في موسكو ويريد حسين أمير الهيان أن يتصدر ويعني يتحف الكاميرات بابتسامته الجميلة ما دون ذلك ما عاد هناك وقت ما عاد هناك متسع لديهم هذا الوقت شباط يعني ربما في هذا الشهر أول الشهر القادم يُعقد هذا الاجتماع لمستوى وزراء الخارجية والله ربما نتفاجأ بلقاقهم ما يجمع الرئيس التركي مع بشار الأسد لكن هذه ضعيفة جدا لأنه ما عاد وقت وأتت الحملة الانتخابية في العاشر من آذار القادم كل هذه الحفلة الآن من أجل أن يظهر وزير الخارجية الإيراني في المشهد وتقول إيران أنا موجودة لا يمكن تجاوزي يبدو الموضوع يعني أكثر من كونه استراتيجيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا مهم لإيران مهم نفسيا خاصة في هذا الظرف الذي تتعرض له إيران ضرف قاسي هي تصفع من الخارج وتصفع من الداخل عفوا وزير الخارجية الروسي قال بالأمس قال إن إيران سوف تنضم لهذا المسار لكن قاله بحضرة من؟ بحضرة وزير الخارجية المصري سامح شكري مصر البعض يقول إن ما يجري الآن في سوريا وما يتوقع أن يجري ربما هو أقل الأحداث أهمية في المنطقة العربية ومحيطها في الإقليم المنطقة كلها تبدو كأنها ساحة واحدة باستثناء اليمن طبعا لأنه يبدو هناك اتفاق وسيمضي قدما ربما تستثناء اليمن يبقى جزء من دول الخليج العربي مع بلاد الشام مع العراق مع إيران مع تركيا والرأس في ذلك مصر مصر نعم الأحداث خلال هذه السنة والسنة القادمة كثر يقولون يعني هذه المنطقة سوف يقلب فيها ظهر المجان لا أحد يعلم كيف سوف تستخلص الأشياء وتنتهي الأمور لكن كثيرة هي المؤشرات ورأس قاطرات العرب هي مصر والعين يجب أن توجه على مصر هكذا البعض يقول لا على سوريا ولا على العراق أبدا لأن ما سيحصل هناك في مصر سوف تتأثر بي سوريا والعراق بشكل مخيف سامح شكري وزير الخارجية المصري ذهب إلى روسيا زيارة مفاجئة سبقها أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كان في القاهرة سبقها فخامة الرئيس البلحي كان في الهند في زيارة غريبة سبقها وليام بيرز مدير المخابرات الأمريكية الذي كان في زيارة للمنطقة لماذا كل هذه التحركات المصرية المفاجئة البعض يقول أن مصر الآن الحقيقة لديها خياران لا ثالثة لهما هي ليس لديها أموال كي تسدد ديونها لا يوجد نقطة من أول السطر الآن ما المطروح دول الخليج وهذه دول الخليج هذه تفصيلة جديدة تحديدا الموقف السعودي من النظام المصري والنخب والمثقفين المحسوبين على النظام السعودي خلال الأيام الماضية شنوا حملة شرسة على فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحقيقة حملة شرسة للغاية والسعودية والكويت لا تريدانه الدفع نقطة من أول السطر الآن يرى البعض أن أنتوني بلينكين أتى للقاهرة ليعرض عليها الخياران التاليين نحن يمكن أن نسقط جزءا من ديونكم لصندوق النقد الدولي يمكن بشارط أن تنخرط القاهرة أكثر في الحلف الأمريكي ضد الروس وبناء عليه زار الرئيس المصري الهند لأن الهند في حلف واحد مع الأمريكان داخل هذه المنطقة والهند هي بالضد من الصينيين وبالضد من الروس دخل المصريون أو النظام المصري ربما تكون هذه الزيارة للهند هي إعلان أن مصر أكثر وأكثر ضد ما يجري بين روسيا وأوكرانيا وهذا ينعكس أين؟ ينعكس في ليبيا هذه هي الساحة المهمة إنعكاس في ليبيا أكثر وأكثر وليبيا تشهد تمددا تركيا أكثر وأكثر والأتراك على علاقة مع الإسرائيليين علاقة ممتازة الآن الآن وأذربيجان هذا الثلاثي أذربيجان تركيا إسرائيل الآن علاقتهم ذهبية الحقيقة الآن بعد العرض الأمريكي المتوقع أن يكون هكذا نسقط الديون مقابل الإنخراط أكثر وأكثر والابتعاد عن الروس وتسهيل الساحة الليبية هذا يستتبعه انضمام مصري للحلف التركي وما يجري كذلك في السودان في الساحة الخلفية لمصر والتنافس الإثيوبي المصري في السودان دخل الأتراك على الخط كذلك في السودان وحقان في دان في السودان من المتوقع أن ينضم الأتراك للمصريين في السودان ضد إثيوبيا وفي ليبيا ينضم الأثنان سوية ضد الإمارات هي منطقة واحدة شبكة واحدة كل شيء مرتبط بالشيء الآخر أمريكا قررت تقزيم روسيا حرمانها من كل الأوراق إن كان في إفريقيا وإن كان وصولا إلى سوريا والمنطقة بلاد الشرق العربي وفقا لهذا الكلام انعقدت المباحثات أو لم تنعقد اجتمع الأتراك مع الروس مع النظام أو لم يجتمعوا البعض يقول الأمر سيان سيان الزمن الآن تجاوز هذه اللحظات نحن على مشارف سياسة حفة الهاوية وربما أكثر وهذه ما تطبقها واشنطن مع طهران والضربة في أصفهان خير دليل واشنطن لم تضرب لكنها راضية بالضربة ولكنها تعلموا بالضربة هي لا شك أن وزير الخارجية القطري بعد الضربة بـ 24 ساعة زار إيران وهو الرجل كان واضح أنه محمل برسالة أمريكية للإيرانيين واشنطن لن تتسامح مع الإيرانيين في مسألة تزويد الروس بصواريخ أرض أرض وطيران مسيار لا يمكن أن تغضى الطرف واشنطن من ثم واشنطن تلاحق النظام المصرف العراقي تحرم الميليشيات من الدولارات العراقية وهذا ينعكس على بشار الأسد وعلى حسن نصر الله وعلى كل هذه التابعية الإيرانية الأمريكان عائدون وبقوة لتحجيم الروس لكنهم لا يريدون أن يسقطوا نظام الإيراني ولا يريدون أن يسقطوا بشار الأسد لا شك في ذلك مذكرات مايك بومبيو قبل أيام ظهرت مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق قال يروي فيه حقيقة مذكرات مايك بومبيو مؤلمة منها ما يقال ومنها ما لا يقال لكنه قال يروي أنه زار رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي طالبه قال مايك بومبيو أنا طلب حيدر العبادي بأن تتوقف الدولة العراقية عن التعامل مع الإيرانيين فماذا قال له حيدر العبادي نصا ينقلها مايك بومبيو نصا يقول قال لي حيدر العبادي يعني أنت تستطيع أن تأخذ أموالي لا شك في ذلك لكن بعد أن تذهب يأتي قاسم سليماني ويأخذ حياتي بهكذا بساطة هذا قاسم سليماني يسوقهم سوق النعاج ذهب قاسم سليماني ذهب إلى ربه فالبعض يرى الآن تركيا سوف تدخل على انتخابات وكل ما يجري مع الروس مع بشار الأسد هذا يعني فقط الآن تمهيد للانتخابات وانثما بعد الانتخابات سوف تتحضر المنطقة وهذه كلها ساحة واحدة والكرة في ملعب والكرة في ملعب الإيراني الكرة في ملعب الإيرانيين حقيقة الإيرانيين ماذا يفعلوا يخرج مهدي طائب رئيس مقر عمار لدراسات الاستراتيجية هذا تابع للحرس الثوري الإيراني ومهدي طائب من المعممين المهمين في النظام الإيراني ماذا يقول قال نحن الآن على الطريق الصحيح لحماية الإمام المهدي عند ظهوره عسكريا وهذا من علية القوم قبل يومين خرج وقال نحن نحن الآن لا نتدخر جهدا من أجل حماية الإمام المهدي عسكريا حينما يظهر بل كي يظهر عند منشأة أصفان ترى حجي مهدي طائب الإسرائيليون والأميركان يلعبون لعبا يلعبون لعب الأطفال حوالي أصفان أما سمعت فيما جرى بأصفان لكن بمعزة عن ذلك هذا من علية القوم في النظام الإيراني يقول لك والله نحن الآن نتجهز لحماية الإمام المهدي عسكريا لقد وهم الفلاسف حين قالوا لقد وهم الفلاسف حين ظنوا صغير الجرم يفعل بالكثيف هذا هو الحال بالتالي العين البعض يقول بغض النظر عن هذه التصريحات الآن إلى ما بعد الانتخابات التركية يجب أن تكون على مصر ظهور النائب السابق أحمد طنطاوي يبدو أنه مدعوم سعوديا ربما يترشح للرئاسة يقال أن شرط السعودي أن لا يترشح عبد الفتاح السيسي في 2024 أن يترك الحكم سلميا هذا هو المطلوب أن يترك سلميا في 2024 أن لا يترشح لدورة قادمة هذا هو المطلوب هذا ما نقله بلينكين للسيسي إذا حصل هذا الأمر فهذا أمر عظيم سوف ينعكس على كل الدول العربية وعلى سوريا تحديدا سوف ينعكس وعلى العراق تحديدا لذلك العين يجب أن تكون على مصر في الشهور القادمة وخلال السنة القادمة ما دون ذلك السيد الرئيس بغض النظر عن ما يسرب لإعلامه ومصادره القصة قيد الانتظار قال لحماية الإمام المهدي عسكريا والعين على مصر ومن ذا لا يحب مصر ومن ذا لا يعشق مصر ومن ذا لا يعلم أن مصر إذا تحركت تحرك العرب وأجمعين حملناك يا مصر بين الحناية وبين الضلوع وفوق الجبين عشقناك 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 صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل اعتقال سوريين في الجولان السوري المحتل قال إنه ما حاولا تهريب المخدرات إلى داخل إسرائيل موسيقى 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 اشتركوا في القناة عادة ان يهرب بشار الاسد مخدراته الى الداخل الفلسطيني المحتل بالعادة كان طريق المخدرات يذهب الى الاردن من سوريا هي يعني طريقان من البقاع اللبناني يأتي الى القصير الى دمشق ومن عموم مناطق سوريا كذلك يأتي الى دمشق جنوب دمشق ثم ينطلق باتجاه درعة يدخل الى الاردن وهناك محطات تزويد لا شك يعني الان مراكز تصنيح كبتاغون في درعة وفي السويدة المهم هذه كلها كل هذه الشرايين تصبوا في الحدود السورية الاردنية من ثم يدخل الخط الكبتاغون والحشيش وأيين يكون يتفرع في الاردن الى طريقين طريق يذهب الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وطريق يكمل الى الخليج العربي هذا كان هو المسار اليوم لا حرق مسارات اختصار المسافة من الجولان المحتل يعني النظام ليس لديه هذا هو الوضع كبتاغون رضيتم رضيتم لم ترضوا فاشربوا من ماء البحر لا شيء لدى النظام داخله تقريبا يعني وسطيا ستة مليار دولار سنويا وسطيا ليس لديه مور الداخل الا الكبتاغون النظام السوري قال لأهل درعا اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا وأهل درعا يعني يأتون وصنعوا ما يعرف بالفزعات ويأتون بالأموال من الخارج لإيقاتة أنفسهم النظام قال لهم أنا ليس لي دخل بالموضوع طبعا يأخذ النظام حصته قيل لأن الوايل علي يريد أن يأخذ عشرة بالمية من حصة الأموال التي تأتي الى درعا لكن النظام ليس لديه إلا المخدرات الآن يهربها إلى إسرائيل وهذه جديدة والتهريب حشيش يعني لا يوجد كبتاغون لا يوجد كريستال في موضوع التهريب يقال أن الشحنة التي تضبط يقابلها ثلاث شحنات لا تضبط فبالتالي يمكن أن تكون هناك شحنات لم تضبط دخلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة شأن الشحنات التي يضبطها الجيش الأردني كل شحنة يضبطها تقابلها ثلاث لم تضبط مليارات الدولارات النظام يكسب لكن هذه جديدة بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بسيرة الكبتاغون وتهريب النظام للكبتاغون هناك محلومة نقلها الأستاذ مهر شرف الدين نقلها عن مصادر سورية في واشنطن يقول الأستاذ مهر شرف الدين أن النظام الآن يفاوض واشنطن واشنطن هي أصدرت قانون الكبتاغون وبشار الأسد لا شك خاف من قانون الكبتاغون لأن قانون الكبتاغون سوف تكون له تداعيات عسكرية لوجستية أمنية على الحدود السورية الأردنية وقانون الكبتاغون مما لا شك فيه سوف يتطلب التعاون مع مجموعات محلية داخل درعة للضرب والهجوم على مراكز تصنيع والاتجار وقوافل الكبتاغون هكذا تريد واشنطن والموضوع يبدأ من التنف باتجاه السويدة وباتجاه درعة فالأمر مخيف بالنسبة للنظام له تداعيات أمنية ليس سهلا الأستاذ مهر شرف الدين يقول إن بشار الأسد الآن يتفاوض مع واشنطن بخصوص قانون الكبتاغون على ماذا؟ يقول لهم بشار الأسد جمدوا قانون الكبتاغون تجميد قانون الكبتاغون في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يعطيهم معلومات عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس هذا الصحفي أمريكي اعتقله نظام على مشارف دارية في 2013 وكذلك لديه معلومات يقول بشار الأسد للأمريكان أنا لدي معلومات عن مطراني حلب يوحن إبراهيم وبولوس يازجي وهذان المطرانان اختفيا في 2013 من حلب بشار الأسد يقول عطلوا قانون الكبتاغون وأنا أعطيكم معلومات عن المطرانين والأهم عن الصحفي أوستن تايس الآن واشنطن كما يقول أستاذ مهر شرف الدين نقلا عن المصدر السوري واشنطن وجو بايدن تحديدا قد يستجيب لضغط بشار الأسد لماذا؟ تحديدا أوستن تايس وهو صحفي أمريكي يحتاجه جو بايدن لأن شعبيته في الحضيط فالرجل يحتاج هذه الورقة ورقة أوستن تايس انتخابيا كي يقول للشعب الأمريكي والله أنا أتيت به هو دونالد ترامب حاول أكثر من مرة من أجل أوستن تايس ودخل اليواء عباس إبراهيم وفشلت الأمور فهذه تفيد جو بايدن لذلك هكذا قال الأستاذ مهر شرف الدين أن واشنطن ربما تجمد قانون الكيبتاغون لأن بشار الأسد لديه معلومات إما هم أحياء وهذه أقوى إذا كان أوستن تايس حيا أن يعود به إلى واشنطن ويظهر برفقة جو بايدن ويجوب الأنحاء في الولايات الأمريكية الرجل يعني بدون شعبية تقريبا جو بايدن لذلك ربما يتجمد لكن حتى لو جمدت واشنطن قانون الكيبتاغون يعني أن بشار الأسد مستمر في التهريب فهذا الاستمرار في التهريب هذا سوف يتأذى منه الأردن أكثر فأكثر والآن دخلت الصهاينة على الخط النظام يهرب لهم كذلك هو صعب التهريب باتجاه الصهاينة يعني حدود مضبوطة من المتوقع تكون بشكل أكبر بكثير من الحدود السورية الأردنية لكن هذه محاولة وربما تتبعها محاولات فإذا جمدت واشنطن قانون الكيبتاغون المتضرر الأكثر والأكثر هو الأردن والأردن والإسرائيليون هؤلاء كلهم حلفاء واشنطن ربما تكون هناك صيغة وسط لا أحد يعلم هكذا هي المعلومة كما قالها الرجل تهى ما أتبقى غدا بإذن الله تاسع عم السلام توقيت جمشق ومع توقيت جمشق سلام عليكم اشتركوا في القناة